بارتياح وهدوء بارز طرح وزير المالية الألماني كريستيان لينتنا مشروع ميزانية العام المقبل على الرغم من الصراعات والنقاشات التي طالت شهورا بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة بحجم إنفاق يبلغ 481 مليار يورو ومخولا الحكومة اقتراض 44 مليارا على شكل ديون وجود سودة الميزانية هذه يظهر الاستقرار ويتوجب أن يجلب الأمن نمر حاليا في ظروف جيو استراتيجية غير هادئة وعدم الاستقرار متواجد داخل أوروبا لذلك شعرت الحكومة الاتحادية بالمسؤولية ومنحت إشارة واضحة على الاستقرار والأمن أكثر الوزارات استفادة من الميزانية ستكون وزارة الدفاع والتي سيبلغ ميزانيتها 52 مليار يورو تليها وزارة المواصلات والرقمنا ب46 مليارا بينما منظمات المجتمع المدني والإغاثة تنتقد تراجع دعمها حيث تقلصت ميزانية وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 9% عن ميزانية العام الماضي تعني هذه التقليصات أننا لن نتمكن من تقديم الدعم كما نرغب وبشكل خاص في مجال المساعدة الإنسانية حيث تقلصت ميزانيتنا بحوالي 50% وهذا الأمر يعني بأننا في المناطق التي نتواجد فيها بشكل دائم كشمال شرق سوريا والسودان والمناطق الصعبة الأخرى سيؤتي ذلك إلى تقليص دعمنا للمنظمات المحلية السورية التي نعمل معها لذلك سنفكر في طريقة إبقائنا لدعمنا لهم بشكل مستقر للتصديق على الميزانية يجب تمريرها عبر البرلمان الخريف المقبل بعد انقضاء العطلة الصيفية حيث ينتظرها الكثير من الشد والجذب أبقي على قانون مكابح الديون الجدلي والذي تم تفعيله منذ عام 2009 مباشرة بعد الأزمة المالية العالمية وتحول هذا القانون الآن إلى حاجز يقف في وجه العديد من المشاريع التنموية والطموحة التي ترغب الحكومة الاتحادية في برلين تنفيذها من الألمانية درشاد حاجي لقناة اليوم